المعنى الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثماء والكبرياء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيوننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهده ودعى بدعوته إلى يوم الدين وبعد إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي أحبتي من سوريا الحبيبة أخاطبكم اليوم من أرض الوطن الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به فجعله مهد الحضارات وأرض النبوات وقد من الله تبارك وتعالى علينا بهذا البلد الذي لا يوازيه ولا يماثله بلد في الدنيا كلها والحمد لله أيها الإخوة الكرام أخاطبكم اليوم حديث الإفتاء الذي أسند إلي كما علمتم منذ أيام قليلة وسبب ذلك أن النظام قد ألغى منصب الإفتاء وكان هذا الخبر خبراً سائقاً لكل من يعلم به من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل المسلمين حينما يعلمون بمثل هذا الخبر يزدمون صدمة رهيبة والذي كان بعد ذلك أن تدعى العلماء في البلاد كلها ليبحثوا مثل هذا الموضوع وهذه الفعلة التي لم يمر لها نظير في تاريخنا وفجئنا بها جميعاً وكان ممن تدعى إلى اللقاء لبحث هذا الموضوع المجلس الإسلامي السوري ومجلس الإفتاء السوري وفي هذين المجلسين كبار علماء الأمة وفقهائها ورجالها وشخصياتها التي يعتد بها من الناحية الدينية وتم هذا الانتخاب ولكن ما كنت أرغب بل كنت كارهاً لأن أدخل هذا المدخل لأنني أعتقد أن في المجلسين ثلة من العلماء الذين هم أجدروا مني وأعلموا مني وأولى بهذا المقام مقام الإفتاء الرفيع ولكن جزا الله تبارك وتعالى إخوتنا الولماء أعضاء المجلسين الكريمين فقد أصروا إصراراً شديداً على أن أكون أنا الذي يملأ هذا المقام مقام الإفتاء بالإجماع فكان لا بد مما ليس منه بد أيها الإخوة حديثي لكم في الإفتاء اليوم أننا حينما فوجئنا بإلغاء منصب الفتوى في سوريا فقد وجدنا من الضرورة بمكان أن نسارع إلى إعادة صياغته من جديد ووجود مفتن على الأرض السورية ليتداعى السوريون جميعاً إلى معرفة أمور دينهم وشؤون دنياهم فديننا والحمد لله شامل لجميع شؤون الحياة لا يستثني شيئاً منها أبداً وتم هذا الانتخاب والحمد لله ولكن مما ألفت النظر إلي أن تاريخ بلادنا وبلاد المسلمين جميعاً دائماً فيه مفتن ولكن في بعض الأحيان يكون انتخاب هذا المفتي على الطرائق الصحيحة المقنعة المنطقية الشرعية بأن ينتخب المفتي أهل الاختصاص من العلماء ولا ينبغي لأحد أن يمارس هذا العمل في تعيين المفتي أحد غير العلماء لأن هم هؤلاء هم أهل الاختصاص لا سواه ولكن في بعض البلاد يتحكم في هذا المقام الحكام فيعينون من يشاء في هذا المركز وفي هذا المقام وأنتم تعلمون أن من عين تعييناً من قبل الحاكم فإنه مضطر أو أو مجامل لأن يصدر الفتاوي التي يفصلها تفصيلاً على حسب هوا الحاكم الذي عينه كان هذا في بلدنا وقبل هذه الفترة منذ زمن طويل جداً من بئات السنين العلماء هم الذين يرشحون المفتي وهم الذين ينتخبونه وهم الذين يعينونه وهم الذين يكونون عوناً له في مهمته التي ما وجدت هذه المهمة إلا لإرضاء الله تبارك وتعالى في نشر شرعه على الناس وفي محاولة إقناع الخلق بأن هذا الدين وأحكام هذا الدين هي خير ما يشرع للناس لتكون حياتهم ملؤها السعادة والهناءة والراحة والسرور إخوتنا الأكارم أعاد المجلس الإسلامي السوري ومجلس الإفتاء السوري أعاد الأمور إلى نصابها فقد انتخب هؤلاء العلماء جزاهم الله تبارك وتعالى عنا خيرا فقد انتخبوا هذا الانتخاب وكلفت بهذه المهمة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني عليها وأن يجعلها لي حجة يوم القيامة لا حجة علي أخوانا هناك بعض القضايا التي ينبغي أن أتحدث إليكم بها بعد أن أقام الله تبارك وتعالى هذا المقام لا بد أن تعرفوا شيئا عن الفتوى وتاريخ الفتوى وما يتعلق بها إن شاء الله تبارك وتعالى المفتي حينما يكون منتخبا من قبل العلماء فإنه يبذل كل جهده لحفظ البلد من العبث في الدين والعبث في الأحكام الشرعية ومن امتطاء هذه الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي من قبل الحكام يكون حرا في كلامه حرا في تصريحاته حرا في الفتاوي التي يصدرها بما يناسب البيئة ويناسب الزمن الذي هو فيه ويناسب البلد الذي هو فيه من شرع الله تبارك وتعالى وهذا لا يكون إلا إذا كان منتخبا من قبل العلماء لأن غير العلماء إذا مارسوا تعيين المفتي فإنهم يوجهون هذا المفتي حسب أهوائهم ومصالحهم وهذا لا يليق بمنصب الفتوى ولا يليق بمقام الفتوى على الإطلاق مقام الإفتاء يا أخي وأن ليس ليس مخصورا على موضوع الحرام والحلال ومسائل الطلاق والمكاح وغير ذلك لا بل هو أوسع من ذلك وكثير مما علمنا من مشايخنا الذين تبوأوا منصب الفتوى يعني كان مثلا الشيخ عطى الكسم لم ندركه ولكن كان على هذا المستوى وأعلى من ذلك ثم جاء من بعده الشيخ عبد المحسن الأسواني ثم جاء من بعده الشيخ أبو ديسر عبدين رحمهم الله وتبارك وتعالى جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم إن شاء الله الذي ندركه الذي أدركناه وعرفناه من سيدنا الشيخ أبو ديسر عبدين هذا الرجل العظيم أنه كان يتصدى للأحداث كلها ويثبت فيها شرع الله تبارك وتعالى ولا يخشى في الله تبارك وتعالى لوم تلائم أذكر مرة كان الشيخ رحمه الله أخذه بعض إخوانه إلى منطقة الدمر ولكن على الطريق وجد في الربوة في مقهى وضع صورة لامرأة شبه عارية يدعو الناس من خلال هذه الصورة إلى السهرة في ذلك المقهى وللفرجة على هذه الراخصة والهيادة بالله فالشيخ أبى أن يثم رحلته إلى دمر ورجع أمر سائق السيار من إخوانه أمره أن يرجع فرجع وقال خذني إلى وزارة السياحة فأخذه إلى هناك سأل عن الوزير الوزير موجود فدخل فأمر ونهى ووجه وأرشد ووعظ وخوفه من الله سبحانه وتعالى ولكن لم يجد استجابة فعلية وبقيت الصورة في مكانها بعد يومين استيقظ الناس في الصباح فوجدوا الجرائد أغلب الجرائد التي كانت تصدر في دمشق تكتب في المنشية العريض سماحة المفتي الشيخ أبنسر عبدين يوبخ وزير السياحة على صورة عارية على باب مقهى في الربو وانتشر هذا الخطاب بين الناس كلهم فاضطر وزير السياحة إلى أن ينزع هذه الصورة ويعتذر من الشيخ الشيخ أبنسر عليه رحمته الله واردوانه وله مواقف كثيرة من هذا النوع كان لا يخشى في الله لوم تلائم على ومثل هذا كثير جدا في تاريخنا يعني الحوادث التي صدرت من المفتين ومن كبار العلماء تجاه واقعهم وتجاه الأحداث التي تقع في بلادهم كانت حوادث كثيرة جدا وعظيمة جدا يعني يتباهى بها المسلمون أن في تاريخهم أمثال هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنه لا بد أن أذكر لكم حادثة للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأهل بلادنا يعرفونه لأنه لأن الرجل شامي من بلاد الشام من قرية نوة رضي الله تعالى عنه أرضه تهيأ الظاهر ببرس وهو حاكم بلاد الشام كان يومئذن تهيأ لمحاربة التتار وبدأ يجمع الجيوش ويهيئ الأدوات للحرب لخلض الحرب مع التتار وأصدر قرارا بأن يأخذ الأموال من الناس لتجهيذ هذه الجيوش وطلب من العلماء أن يعطوه الفتوى بذلك وبعض علماء أعطوه الفتوى طالب أنه للجهاد في سبيل الله فأعطي الفتوى فلما سأل هل اكتمل العلماء وكبار العلماء هل دونوا توقيعهم على هذه الفتوى فقيل له إلا الإمام النوم لم يرضى بذلك فقال دعوه لي فدعوه له فلما جاء الإمام النوم وجلس بين يدي قال لماذا لم توقع على هذه الفتوى قال كيف أوقع عليها وفعلك هذا لا يجوز وأنت مسؤولا عنه أمام الله تبارك وتعالى قبل أن تكون مسؤولا أمام العلماء أو أمام الخلق قال ولماذا لا يجوز قال أنت مملوك كنت مملوكا عبدا تبعه وتشترى ثم بعد ذلك صرت حاكما والآن عندك كذا وكذا من القصور ومن المراكب ومن الخدم ومن الحشم ومن الحلي وغير ذلك عندك الشيء الكثير فأنا فأنا أفتي لك إن شاء الله بما تريد ولكن بعد أن تبيع هذا كله وتضعه في خزانة الجيش الذي تهيئه لمقاومة التتار فإذا فعلت فإذا فعلت ذلك فأنا أسارع بالفتوى لك أن تأخذ من أموال الناس بتهيئ هذه الجيوش هؤلاء هم الرجال هؤلاء هم الرجال رضي الله عنهم وأرضاه ممن لا يخشى في الله تعالى وهذه حادثة وحوادث كثيرة في تاريخ علمائنا الكبار والمفتين الذين تسنموا مقام الفتوى كثير كثير من هؤلاء كانت لهم أمثال هذه المواقف رضي الله تعالى عنهم وأرضاه ولقد قال ربنا تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هذا هذه الآية تجعل العالم لا يستطيع أبدا أن يسكت عن منكر ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يسكت عن حرام يراه بين عينيه أو يسمع به في بلده لذلك هذا شيء قليل جدا من تاريخ علمائنا رضي الله وتبارك وتعالى عنهم وأرضاه ثم أيها الإخوة تنتهك في كثير من البلاد أمور تعد بدهية عند سلفنا الصالح عند الصحابة رضي الله وتعالى عنهم العدالة بين الخلق هذا أمر لا يناقش فيه في تاريخ أسلافنا رضي الله وتعالى عنهم العدالة حفظ كرامة الإنسان ومثال هذه الأمور حرية الإنسان في حياته أن يفعل ما يشاء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن لا يخرج عن عادات المسلمين ما رأاه المسلمون حسنا فهو حسن أن لا يصادف هذه العادات إلى آخر ما هنالك من هذه الأمور التي تعد من باب الحقوق والواجبات وما يتبع ذلك من أحكام الشرع كل ذلك ينبغي أن يكون من وظيفة المفتي وإلا فإنه ليس مفتيا كما نقول العالم قد يكون غرفة فيها مليئة بالكتب خير من العالم الذي لا يقف هذه المواقف ولا يأمر بمعروف ولا ينعى المنكر ولا يكون قدوة لمن بعده في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى والأمر بالعمل به ما لم يكن كذلك فليس العالم عالما بحق وأنما هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى أنه لم يقم بوظيفة العالم حقا فكيف المفتري الذي تسنم هذا المقام لأجل هذه الوظيفة ولأجل هذه المهمة أخواننا قبل أن أغادركم أيها الإخوة السوريون أيها الأحبة أنتم تعلمون ماذا يعاني الشعب السوري كثير من أنواع المعاناة يعانيها المعتقلين أسأل الله تبارك وتعالى أن يمنع علينا بالفرج عنهم وأن نراهم بخير معافية إن شاء الله تبارك وتعالى المعتقلون المفقودون المهجرون والمشردون المخيمات وما فيها إلى آخر ما هناك من هذه المعاناة أخواننا ما هو واجبنا أن نفعل هل يكفي أن نتحسر على وضعهم هل يكفي هذا هل يكفي أن يقول أحدنا أنني متألم جدا لوضع هؤلاء الإخوة المعتقلين أو هؤلاء المشردين أو الذين يسكنون الخيام يعانون من حر الصيف وبرد الشتاء إلى آخر ما هناك هل يكفي هذا لا تكفي الحسرة أن يشعر به الإنسان في قلبه وإنما لا بد أن يعمل عملا ما أخواننا هؤلاء لسوا غرباء عنا هؤلاء إخوتنا وأحبابنا وأبناؤنا وبناتنا ونساؤنا وليس غرباء أبدا ينبغي أن نشعر بشعورهم كما يشعر الأخ منا بشعور أمه وشعور أخته وشعور بنته هذا واجب يا أخواننا وليس تبرعا وإنما هو واجب يسألنا الله تبارك وتعالى عنه يجب علينا أيها الإخوة جميعا أن القوية يأخذ بيد الضعيف وأن الغني يأخذ بيد الفقير وأن نكون لبعضنا البعض كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ما لم نكن كذلك فإيماننا فيه خلل إيماننا بالله فيه خلل لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة أين الأخوة إذا لم نشعر بهذا الأمر وإذا لم نقم بواجباتنا تجاه إخواننا الذين ذكرت لكم عنوينهم والذين يعدون بالألوف بل بالملايين المشردون بالملايين اليوم ويعانون أشد المعاناة وأخيرا يعني مهما كان أحدنا من الضعف في درجة بالغة جدا فإنه لا أقل من أن يقوم في الليل في جوف الليل حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لينادي هل من سائل فأعطيها هل من مريض فأشفيها هل من مسترزق فأرزقه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر على الأقل أن نقوم في الليل وندرع إلى الله تبارك وتعالى بالخضوع والتذلل بين يديه أن يفرج الله تبارك وتعالى عنا وعن أهلنا وعن أحبابنا وأصحابنا أن يفرج الله عنهم وأن ترتفع هذه الغمة عن بلادنا إن شاء الله تبارك وتعالى والله لا يخيبكم الله عز وجل إذا لجأتم إليه بصدق ولكن أولا أنا أخاطبكم كمفتي أيها الإخوة أولا حينما يدعو الله تبارك وتعالى أحدنا ولو بحرقة ولو بشدة ما لم يكن متجردا عن المعاصي مبتعدا عنها فإن دعاءه لا قمة له كيف تدعو الله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ما من ذرة في الأكوان كلها إلا هي بيده سبحانه وتعالى يتصرف بها كيف يشاء إذا دعوت الله فإن الله يستجيب وهذا أمر مسلم لا شك فيه ولا ريب ولكن بشروط شروط الدعاء ومن أول شروط الدعاء أن يكون الذي يلجأ إلى الله ويضرع إليه أن يكون بعيدا عن المحرمات والمعاصي فأولا نزيل المحرمات من بيوتنا ومن أحيائنا ومن بيوت أهلينا وأن لا ندعى شيئا من المعاصي التي تغضب ربنا وتسخطه أن نجعله في بيوتنا أو في أحيائنا أو في بيوت أهلنا وأصحابنا يا أيها الأخوة إذا إذا عاقبنا العزم على هذا وكنا صادقين في دعائنا لله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الغمة ويفرج عن الأمة إذا كنا صادقين في هذا فلا بد أولا أن نتنازل عن هذه المعاصي ونلقيها جانبا ونضرع إلى الله بغاية الطهارة والنظافة ضراعة خالصة مقترنة بالذل والخشوع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يخيبنا إن شاء الله إخواني جزاكم الله خيرا قبل أن أنهي كلمتي هذه فلا بد أن أتحدث إلى بعض الأصناف من إخواننا وأبناء شابنا تحدث إلى المرأة التي عانت الكثير الكثير في هذه السنين الطويلة عشر سنوات والمرأة تعاني من أمور كثيرة جدا مما نزل بها من البلاء وما نزل ببلدنا كلها ولكن المرأة عانت أكثر من غيرها وما أكثر الأيتام والأرامل والثكالة الذين حملوا هذه المصائب على أكتافهم وبذلوا الجهد الجهيد والمال وبذلوا الوقت وبذلوا كل ما يملكون من صحتهم وعافيتهم في سبيل أولادهم وفي سبيل الخلاص مما نحن فيه فتحية إلى نساء بلادنا الذين بذلوا ما بذلوا جزاهن الله تبارك وتعالى خيرا على ما هذا البذل وأن الله تبارك وتعالى لن يتركم أعمالكم ولن يخيبكم في مطالبكم منه سبحانه وتعالى إن شاء الله وتبارك وتعالى أيضا أخاطب الإخوة الشباب الذين تجردوا في كثير من بلاد العالم تنقلوا لنا الأحداث الكثيرة عن الشباب السوريين الذين يبذلون جهدهم في إعانة إخوانهم وإغاثتهم والقيام بشؤونهم والتيسير السبر العيشي لهم هذا كثير يعني حوادث لا تعد ولا تحصى من بدل الشباب للوقت وللجهد وللمال في سبيل إعانة إخوانهم جزاهم الله وتبارك وتعالى خيرا وثبتنا وإياهم إن شاء الله على هذه العبادة التي يقومون بها في خدمة الناس وأيضا إخواننا الثوار الذين يحملون البناد على شعبنا هؤلاء الرجال وحييهم أيضا ولكن أقول لهم ما لم نوحل صفوفنا فلا نحلم بالنصر ولا حلم لا نحلم من نصر أبدا ما لم تكن كلمتنا واحدة وصفنا واحد وما لم تكن قلوبنا متحدة متآلفة متآزرة متعاونة بكلمة واحدة هي كلمة الله تبارك وتعالى لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا واجب من الواجبات وأن نبتعد عن ظلم بعضنا البعض وعن قهر بعضنا البعض وأن نكون إخوة متآلفين متعاونين متآزرين على إقامة الحق إن شاء الله تبارك وتعالى وأيضا كلمة للإخوة العلماء والخطباء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة واجبكم كبير جدا واجبكم كبير جدا أنتم الذين تنيرون الطريق أمام الناس بذكر تاريخنا تاريخنا المضيء تاريخ العلماء وتاريخ الخلفاء وتاريخ الراشدين وتاريخ الكبار من هذه الأمة في حوادث لا تعد ولا تحصى تكون نبراسا لنا في حياتنا ونبراسا لنا في مسيرتنا إن شاء الله تعالى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل هم قدوة الناس وهم الذين إذا استقاموا استقام الخلق من ورائهم وإذا لم يستقيموا فتلك هي الكارثة والعياذ بالله وأيضا ختاما نحن نمد يدنا إلى جميع المكونات من الشعب السوري أخواننا منصب المفتي أو مقام المفتي ليس هو لفئة هي للسوريين جميعا وهكذا عودنا ساداتنا المشايخنا والعلماء الذين يسبقون إلى رحمة الله تبارك وتعالى وكنتم ولا تزالون تسمعون القصص الكثيرة عن علمائنا أمثال سيدنا الشيخ بدردين الحسني وغير الشيخ بدردين الحسني من تلك الطبقة الذين كانوا يمدون أيديهم إلى إلى كل الطوائف وكل الأديار وكل الأعراق وكل الإثنيات في بلادنا يمدون إليهم أيديهم بالمساعدة والمعاونة والتوسط لدى الحكام بكثير من الأمور يعني لا يفرقون بين أحدا وأحد بلادنا هكذا عاشت ما كان في تفريق بين فلان وفلان وطائفة وطائفة وعرق وعرق ما كان في تفريق عشنا على هذا ما كنا صغارا وشبابا نعرف هذا كان يا أخواننا ليس العلماء فقط كان كثير من الناس يعيشون هذه المعاني التي كادت تفقد في أيامنا هذه يحكى عن فارس بيك الخوري أنه كان في الأمم المتحدة في أمريكا ويريد أن يأتي إلى دمشق في الطائرة ولكنه لا يدخل إلى دمشق بدون طربوش كانت الناس كلها خاصة كبار الناس وجهاء لا يمشون في الطريق حاسيري لرؤوس هذا عيب كان عندهم وكان منهم فارس بيك الخوري لا يمشي الطريق بدون طربوش فاتصل بولده من أمريكا أن يخرج له الطربوش إلى المطار حتى يدخل به إلى دمشق لما وصل إلى دمشق فارس بيك الخوري لم يجد ولده قد جاء بالطربوش نسي ولده نسي خرج إلى المطار ونسي الطربوش وبقي فارس بيك بدون طربوش ولكنه كان ممتعضا جدا ومتضايقا جدا وكان من جملة مستقبلي الشيخ بهجة بيطار رحمة الله عليه فالشيخ بهجة بيطار سلم على فارس بيك ولكنه وجده متضايقا جدا فسأله عن ذلك قال والله أنا قلت لولدي يأتي بالطربوش من البيت فلن يأتي بالطربوش قال خير إن شاء الله أخذ عمامته ووضعها لرأس فارس بيك الخوري وتسارع المصورون يصورون فارس بيك وهو في عمامة الشيخ بهجة بيطار رحمة الله عليه الجميع فشوفوا مثل هذه المعاني التي كانت بين السياسيين وبين العلماء وبين عامة الناس وبين الطوائف كلها من أول إلى آخرة كان الناس يعيشون كأنهم أبناء أسرة واحدة لماذا لا نستعيد هذه المعاني التي فقدت أو كادت فقدت من بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله يجب أن تعود وتعود إن شاء الله وأنا أقول هذا ينبغي أن يتصدره العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والدارسون الباحثون في علم الإجتماع والمتصدرون للكتابة والبحث والتعليف وغير ذلك كل ذلك واجب من واجباتنا جميعا إن شاء الله جزاكم الله خيرا مبارك فيكم وأرجو الله تبارك وتعالى أن نلقاكم على خير دائما إن شاء الله لعله يكون هؤلاء حلقات متواصلة فيما بيننا إن شاء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا مبارك فيكم وأسأل الله من فضله الفرج القريب عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته